ومشاهد لأحد البيوت المهددة بالانهيار في حي القصب العتيقة والذي ما زال إلى هذا اليوم يأوي عائلة تتكون من ستة أفراد يعيشون ثنائية فقر ومرض لنتابع هنا في حي القصب العتيقة وفي هذا البيت الذي لا يحمل أدنى شروط الحياة الكريمة تقتن عائلة أبو عد فؤاد منذ أربعة عشر عاما أبو عدوك عندهم أموة هنا يا ربع عشر سنة هم ساكنين هنا أنا كنتشفى الوادايا كان صغير ور أكيد تشوفي الحال هاد بشتا ما يقدروش يرغدوك نار كان الليل كامل هم أبعال بيدنا دوك وين كيلق طرار هم كدايا وين دخل ماله هنا تولي كامل مزرزقة الحالة الميديتي منذك تحاليك حجراء منذك ما تقدريش هنا ماشي غير تمرض هنا هنا يصروا لقع الأمرض هذه حال تخونه فؤاد كي ما راك تشوف مسكين مسكين طح مريض لكن لكل حال كان بصحته على كل حال كان خدام في البلدية تعنات على القصبة وبعد طاح مريض وكي ما راك تشوفوا لدوك الحالة تتعود وكي ما يقدر يخدم على ولاده ولاده صغار رمجين للدنيا دوك واحد فيهم يقرأ ويخرج يخدم يستعلي برا وهذا كي ما راك تشوفوا كي ما أخو هذا نهار كامل يستعلي ولو شد بابا هو أقف عليه كي ما راك تشوفوا حالتنا أنا مع الشيخ بابا مسكين طح بالليلة ونهار كان بصحته وكان قديايا كان خدام طاح مريض نحاين ورافوات نحاين ونصودي وليه يوجع وراسه كي ما راك تشوفوا حالتنا أنا خرجت من المسيد وليت نخدم على دارنا على إما على بابا على أخواتي على أخويا كي ما راك تشوفوا خرجتنا سنة 3 متوسط من المسيد وليت نستعلي مع جارنا بحك دوزان مندق نبيعوه بغرابلي مندق نبيعو ساكود وكل خطرها كيفاش ونصور وديك المية وخمسين ألف وثنية ألف وكل خطرها كل نهار ونهاره كي ما يقولون نشري بها ماكلها الشيخ اللي عجوز قديا نقدي بها موت تنظيف الدواء أب لأربعة أطفال كان يعمل في بلدية القصاب لسنوات طويلة قبل أن يتعرض لجلطة في الدماغ أدت إلى إصابته بالشلل موسيقى 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 رأسو أشهل لا أبا ليش المرض هدا اللي رأوا عنده في رأسو أكودش كيمار أكودشوف اللي هنا يو ما يقدرش ينغض ما يقدرش مين باي يتكلم معاكم أو غير بالإشارة علي الدين هذا ما كان الحالة الطبية تعود لازم لها شيء مصارف وهو ما الولادوك على بالك واحد يقرأه واحد ويستعلي بره معاه ما يقدروش الامكانيات ما كاش بزاك ما دوك ما ملو كان يروح يديل ليارا مليزاناليز كدايا لازم لهم شيء مادية لا بلي فار مدرهمش لا لا بلي فار مدرهمش على أجل الامكانيات اللي ما كاش اللي مخصوصين حنا من ذاك بالك نعاونه كدايا ولا بصح الامكانيات تعصح ما كاش لازم لك الامكانيات باش تدير ليارا مليزاناليز تاوعك وليارام وقداياه واكي تشوفي الحالة تعودوك الولادووش يخرجو فالنهار يصرفوه فالليل العشاة تعود وقدايا ومكلاتو ودوار صاح دوك ليارام وليزاناليز ولا حاجة واحدة اخرى ماناش نقوله عدراهم كبار صاح لازم لك شيء مصاروف هقدايا هو وين كان يخدم في الاميري او دي كونجي مالادي ومنذ ذلك اليوم وهو على هذا الحال المؤسف لا يمكنه حتى متابعة حالته الصحية بسبب عدم تمكن العائلة من تأمين مصاريف العلاج اشياء يدي الظروف لي كون لازم المريض يعيش فيه المريض امو لازم له حاجة ببيت ولا باش يقدر يريح يريسبيري مليح يتنفس مليح يكل مليح انا رأينا نشوفه ما تقدر تريسبيري ما تقدر تقول ما تقدر كلش مفتوح كلش مقصار كلش اكيش الله غالب عليهم سكينه دار دوسيات بالتسعينات واللهو ما دار دوسيات كل يوم ينفلير ونفلير ونفلي ما كي نوالو احنا نطالبو بوزارة الساكن ان شاء الله يشوفو في القاضية تاو بس كو ما مش ما شافوش ليه يشوفو لولادو ولادو راكي تشوفي واحد يقرأ واحد ما يقراش واحد يخدم على الدار واحد ان شاء الله نطالبو احنا بوزارة الساكن ان شاء الله تتكفل بالوضعيته وتتكفل به ان شاء الله الناس الخير ان شاء الله يوقفوا مع اخونا فؤاد حتى يوقفوا على الرجلين ان شاء الله ويقول لي كيما كان ومزلت النية ومزل الخير في بلدنا بإذن الله نتمنى ومسو الوطات ومو من وزارة السيحات عاوننا تتكفل بابنا ونتمنى وموزارة الساكن تشوفينا وتعطينا سكونا ان شاء الله لذلك يرجى من القلوب الرحيمة والاياد الخيرة الالتفات الى حالة فؤاد وعائلته الذين يعيشون مأساة حقيقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة